اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وصلوا كلهم من المستشفى وحازم ومريم هتا ابو مايا دخلوا الغرفة دي الكشف لانها مشفقة من ديك ال فشة كغيبات داروا لها محالي شاهي كتسبك وكتشوف يازن قل لي لا تكون بخير يا سلام عليك خلالي يا اجي اجي قلسي ان شاء الله اجي قلسي واحدة يازن اجي قلسي ان شاء الله تكون بخير اروا قلسي كتسبك وكتدعي لله انه يعتق السود تكون بخير على خير احمد مقدرش يشوف فيهم واقف يشوف بسمة ويا كتسبك وميار قلسي مريم ومريم غايبة على الوعي وكتسبك وكتدعي عنا مريم ونيرا يكونوا بخير ويازن قلسي حسنه مهموم في هالدنيا وكتسبك انه فهلا كي يبغيها وقلسي تقريبا ساعات طويلة قدام العمليات ومريم فاقت وانه احدهم سيئة قلسات وقلسي كاكت النوم كي بلهم واحد اللحظة ممريضين خيرجين داخلين زي نضع الدم بنفع الصبر ايش اواتش يكامل غفل عمليات حازموا يقفوا احد الممرضة مريضة اللحظة اللحظة يمتغدين ان نطمنع الحالة اللحظة يا رب الساف ونحن خرجنا الرصاصة ولكن رصاصة الثانية قريبا القلب وقلسي مرض في العمليات ونزل لا تطلع نشر الرصاصة الثانية اذا ما ينوقفها كبع عصبية اي حاجة درها لكي تخرج من الداخل اي حاجة لكي تكون بخير ومريضة بخاف اصلا بخاف وستطلع ان اقصد اي حاجة الاخرى عندما يتصبح البدور يقول لي يا دكتور وستطيع ان اقصد رصاصات من جسمها ولكن الرصاص الثانية كانت قريبا القلب ويرانا بخاف وليس ان قلسي مرض والمريضة في ايام لا تبقفوا من 24 ساعة لا يمكنك الان اصفات اما ان نضعه القناة واندخل الاناية الامره خرجوا نيرا من العمليات ونقلواها لعناية المراكزة وكلهم مواقفين كيف يشوفوا نيرا وكيف يشمحها وطيدها بدون كل أجهزة من كل جهة طلب منهم أن يرجعوا للقصر وبالله سوف يبقى معهم هذا كل شيء يطمنوا إيمان وعمال وطلب من أرواء الناس قفعوا معهم في القصر يوم معهم وطلب منهم أن يجعل الخدام التي لديهم تقعد لهم غرفة لقصر وطلب من الحازم أن يجيب له حواج وذلك لا يحتاج لأنه سوف يبقى نيرا وكل من القصر كانت أمال فقط يوم إيمان قاسم سوطرين كيف يسنوا وشنو كاين يشبهم داخلهم يجري وعندهم اللحفة يسلموا لهم وقلسوا كيف يسؤولهم من هنا نيرا وإذاً مثل فلا كلاينيك أعمل من رعب فيها ما يوقع لهم؟ أجب أن يقعد لهم في قاعدك ما الذي يقع إيمان سيكاسبك وأعمال سيكاسبك إلى نيرا أبدو أن يسكسون في أمهك ويتلمون منهم لأن هذا الوقت لا يستحق على أن يدعم لهم اذا اخذائي من عند الدكتور احقموه و لبسوديك اللبسه لدخل عد نيره تخلي قلص حدا قلت لعيده شي باريه بساف و شجاعه بسافة نيره و لكن بحلتك لأطفال صعر و انا قلتك بساف و انشان قلتيني بالموت و اريتيني انبادتك شي كامل انا ما كان سهل شد الحب ديال كله انا كنت افكر اني عمري ما قديني بغي شي حد حطمتين غرور دياله و الكبريه قلتيني كان بغيك من نهار شفتك من نهار شفتك لا تحديده من بالي كان بغي كانيره كان بغيك بساف و عارف و يدلقوا سهلك متأخر و لكن يبزز مني جهاز القلب صفر كي اهلن على وقوه في القلب يجب ان يغوط لا 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 انت ما غير تخلييني مشكه يجري كعيات الدكتور و الممرضين يدخله قلوا كيف يدروا لها صدمات القلب انا اعود خدم ثاني و يجب ان يحمد الله و يشكره بقى قلوا كيف يرى في تلك البلاصة و يرى ما زاله ما فاقتش و هو ما قادر انه يخليها و كانوا كل يوم يمشوا يشوفوها و حتى امامها و اعماله و الشباب و يزن ديما معها في بلاصة و يدهي لها و يقرأها وردي القرآن كل نهار و يبقى يتكلم معه كأنها تسمع و البنات يمشون الجامعة بالحراسة و احمد رجعه يريد ان ارواب الساف و لكن لم يقدرش يتقدم لها حتى تفق نيرا و بسمه كانت في علاقة تحب دكتات مع سيف و سيف يريد ان ارواب الساف و لكن سيف قرر انه سيخطبها بعد ما تفق نيرا و مريم و حاسم تقرب من بعض اكثر و آسر كذلك و شاهد و زين و ايمان و ارواب و قوغاسي في القصر و آسر و سيف فيلا كبيرة و قريبة من القصر و صياد و داس 3 شهر و نيرا ما زاله في الغيبوبة و يزن و هكاك مكيبتيش للشركة و قالس في المستشفى ليلة نهارا و لم يخلها بدكت 3 شهر و جاء صباح جديد في المستشفى فرق يزن و أحمق وتضيك و دي حمم الناس و قد اعتقد لها و استشفى و اخبرتح و سيفحى سيولة و ادتيها و واحده و ما تكلمني و لم اعرفه عن كتش و اني اريد ان يحسن درجة و ما شابه و بدك يحسن نعيش معك و اعتقدت راس و ادتيها و كنت تنهز بخام و انه يحسن ايديها بحلث حركات و انه يمكنك تنراك و انه يتأكد و كيف حركات الابتي اصدق فأنا سوف اظهره وق facet وقت سبعه اظهر على اسبوع يجريه باستق شهيره ويرتك يقوم بجريم على ترك الدكتور فجربه استفق اظهر به هذا فnisو يبدو لي اصدقها واقعها عندما يخرج دكتور قلت يا زن احدا نيرا ايديا ومنتظرها الناس فيق داز واحد شوية الوقت دازت كتحل عينيها معك تحلم كي يبلى يا زن قالص نيرا بخوفوت يا زن ما اسمع صوته هزراسه كي يشوف نيرا حبيبة فقتي اخيرا نيرا بتي ساما موش كنحلم ياك لا مكتحلميش يا حبيبة توحشتك بزاف كيف اشقدر تغيبي عني هذا الوقت كله سمحني يا نيرا بزاف نريدك نعوضك على كل شي سمعت لو نيرا ايديا وضعتها على فمه شو شو صافي ماذا تجد ايديا وضعتها بحب بعد شوية ايديا ويحدنها ونيرا بعد ثلاث وضعت الحض ماذا تشعر بالدموع دائما يا زن هابطين كاس بكي؟ ما قدرش انه يستوعب انه اخيرا فقط كتك نموت بلابي كتك نموت عدتك تخليلي مرة اخرى شددات هذا الحض من هكا زيارة سليم ما قدرش نخليك يا زن ما قدرش نخليك بعد شوية هكا كيشوف كي تأكد مازال بس لها رأسه هيا الممرضة ستتعاونك ستتدوش لك واتبتلي باش ستتدوك الغرفة عادية نيرا بغيت نخرج منها بغيت شباعات الجودية للمستشفى بتسمي لها يا زن واخيرا انا غنشوف الدكتور ونشوفه امتى غدين نقدر نخرجك وبعتلي نيرا برأسه وكذح اسم الفرحة خرج يا زن ورسل الممرضة نيرا اللي ساعداتها باشخدها الدوش بالثلاث لها حويشة ودوها الغرفة عادية فهما فور بخرج مش عيدة الامل وإيمان اعلمهم بلا نيرا فاقت وقلوا لهم جواب كي يجريوا المستشفى وصلوا لهم الباقعات جايين موراها دخلوا هكا كتب لهم نيرا قال سهلا السرين ويا زن حداها مش هكا تجري إيمان الى نيرا بالدمون حبيبة سهلا مسك ابنتي سهلا مسك ابنتي نيرا انا بزيانة مصافي غير سكتبارك من البدا مش هت اعمل عن نيرا زي احد ناسا سهلا مسك ابنتي سهلا مسك ابنتي وحشناك بسعب نيرا يسلمك يا خالتي أعمل من اليوم مكينش خالتي اسميتي ماما نيرا بتاسمت له وخ ماما دخلت اروكات جريتها اي حضنت نيرا وكاتبكي وصافي ملكم كلكم كاتبكي وصافي نفيقه انا باخير شو يجول الباقي حسامة كي يسلوا عليها وكي يباركوا لها على السلامة قو جميعي كي يضحكو شوية احمد بقاش قادر انه يسبر بما انه كلها مجموعين واني رفقت بخير ومزيان انا طالب ايد اروه منك خالتي ايمان اروه شافت فيها بخاجل وايمان اصدمها يازن بشتل وقصتها وقصتشي الحيوان احمد ايه وقصورة تلت شهر وانا كانت سنع يازن شو نرأيك ماما ايمان والله ما عندي زمان يا ولدي بالعكس مع القجح سمن احمد المهم هو رأيه اروه يازن شو نرأيك اروه اروه وجهة احمد 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 صلاة عنا بسوكو عنا مطريدة ابقى كي احكي شوف اوكي اتحكم امسا سنحدد المعيدة تتحكم ماير احكي احمد احمد ستتكلم بالحشمون ستتكمل على الليبي اصحي انا بغير تزوج اصحي اصحي ايه اصحي ايه اصحي ايه اصحي ايه 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 مريم صافي حازم وافقوا وعدنا نشوف رأي العروسة تهية قلوا هكا مجمعين وكيتحكوا وكيتناسا وذلك الشي اللي داز عليهم هات الشر ديال الحزن وديال الدموع خلناهم ميازا نحساسا لوين طقم صافي هانسون تسمعوني لاس ديالي أنا وزين وحازم وآثين بعد أسبوع من اليوم والعقد القيران ديال سيف و أحمد معنا هنا خطوبة والعقد وعد من الشعرين على بل بنات يكملوا المسيحانات دياله ونقوموا بساعة العرس في العطلة أحمد ووافق حازم وآخيرا داز الوقت فعودوا في حصونييره وتأكدوا بأنها مزيانة ومكين عن الناس خروج ومشو خلصوا الإجراءات ديال الخروج خلصوا وركبوا السيارات ومشو كلهم باتجاه القصر وصلوا وقت صوت تغدهم جميعين وعاد كل واحد يوم شان الغرفة دياله كل واحد مستحمس سلدك العرس ونحصوه مفرحاني ونفحل البلاثة بعيدة جالس عاصم وجابر عاصم مرأة سيازن الصيد فاقت اليوم وخرجوها من الكلينيك جابر بسأكد رجلنا مليقة لولية وعد يمسع سوف ينفنيهم نحن واشغل دعوهم يتزوجوا ويولدهم جابر هذا الشيء يخصني أنا أنا اللي انتفكيت من عائلتهم مش حال هذا وهذه انتفكي من المحتوى وماذا ما كون كانت أمال ماتت كون كانت تشرديني الوحيدة اللي نجات من الحادثة ودت الأولاد واختفت بهم وحد الفترة وعود الظهرت ثاني وكانت أقوى من الأول وهي اللي قدرت أنها تمشي الشركة لحد مميزة نوزين وحادي مشدوها بلاصة عاصم كون هذا الشيء حتى عائلتهم وقعو الشركة شهدت أياك جابر بحقد عاد أنا يجب أن تقرر نفسي يجب أن يخلصوا ذلك شيء لداره ونمحي اسم صياد من الوجود عاصم وأنا معك في القاصر فقط نيرا قدرت الفردية لونزلت هي لازلت لقتبع بسمة وميار نزلوك يلقوا إيمان وأعمال وشاهي وأرمى وبسمة وقالسين نيرا صباح النور الجامعة الصباح الخير وقصوا كلهم شو رأيكم دروح الحاجة جديدة اليوم مدر نهاج من قبل ميار يعني شنو شكنكي يعرفي طيب هنا نيرا أنا أروا أحسا أنا مريم أحسا أنا بس أنا كنعرف ندير الحلويات ميار وأنا كمان كمان كنعرف ندير شحويش بثب شهيداكو يلا نكونوا اليوم حليل عن طيب الغضاء سافدك شيلكين اليوم سوف يديروا أحسا أنتم معرفين اليوم مخداميش أنت رارع دفقوا تتقرب سلط الدور أعمالي ويضلع أنا وإيمان سوف نجونا عملكم مريم يلا ودخلوا كلهم من المطبخ ودروا الأدوار الأدوار للطبخين لأن كانوا يمكنهم بلاك ويزين عندهم اليوم عندهم إجازة وبدوا في العمل للأنواع من الأكل وأنواع من الحلويات فقيازا ودخلوا الغرفة للاسل والذي يديرها للرياضة لعب هذه اللعبة والمناكمة المفضلة وأنواع الرياضات ودخلوا عندهم زين وحاسم وحماد يتنافسوا في المناكمة ويترينوا أسر يجبوا 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 القصر خاوي يجبوا الغرفة للاسل الرياضة يجبوا ويجبوا ويجبوا المناكمة حتى يتنافسوا يطلعوا ويجبوا ودخلوا ويجبوا الأسل ويجبوا انفرو لأنواع حيث يشبوا ويجبوا تطلعوا حيث ما لا 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 صغير بلس بلس عمان كان هي الرياضة وهد زين وحازم وآسر وآحمد وصيف وهد ايمان نيرا وشاهي ومريم وميار واروه وبسمة وكيسوا كياكلوا وحسن كملوا وعجبهم ديك الماكل اللي يدعون اليوم وقلتوا فصالهم كلهم وشاهي ومريم ونيرا وشوكي وجدوا لهم آسان والقيوة كل واحد اللي بغى يزان صراحة اول مرة كنا ناكل شي ماكلة زوينة بحلاكة زين وحسنة ماكل صراحة كانت صحفة أحمد شكون طبق اللي لدرزات شين يومه انا سأجد الطبخات سأجد الفيلا انا اسكت انا اعمل الطبخات المطبخات الشيه نيرا واروه ومريم وشاهي شاهي تقصر الطاط وميارسي وميارسي اللي كانت توقليهم وانا ايمان كنا قاسين معهم صراحة الحلويات صحفة هذه اسكت انا اعمل امم امم ماذا كنت اشد العروسة انا اتحكوا كلهم جاءت نيرا وشاهي ومريم احسع ما كنت احودي قهواتي وضعوا و قلصوا لم يكن بلاسة اخوية غير واحدة يا زن امال يا جنير و اجي قلس احدا لا ارجلك اجي قلس احدا نهرب خاجل و اخا ماما و قلت احدا ازان يزان تسلم لعيادي صراحة الماكلاك انزوينا بزاف حازم وقلاء و ستقولون انتم انت طيبو يوميا لماذا ادع لديك الشيحن ادع لعفاك دياننا حازم تيقي و اشتغرية و اشتغرتي اشي حاجة كان صافي و انا سوف اتعلم ولكن انت سوف اتألم حلويات انت مرة غذاب طائقة انت فرشوا اربعة جدا و تربعون بيشي فيلم مثلا انتفهو و اقوموا و نقوموا ونقوموا في الفوشة وحضوا في مرة اخر مرة هذا الذي انت فكره جيد و كيف ب pugشانا و يجب انتاخل اكتش ارواح اول مرة من يحسر باسعادة لما هم جدا مجموعية سوف تفرجوا و تحكوا بلدهم الذين يحبونه بالنسبة لهم كان احسن يوم و تصل النار عليك و اصير و سيف فيلا و كل الوحيد بشارة غرفة و سالة امر يبدو نهار جديد و احداث جديدة و تكون ذو كما تكون و تسخة 5 سيار الجميع يتعيش بسعادة و حب وتحضيرها تكتم على قدم و ساق بقي يومين على العرس في القصر و يوم يتقاسين و يتقاسين كلهم كيف يفترون امال سمعوني اليوم سيكون حفلات منفاصلة حفلة البنات و حفلة الشباب اذا ما فهمت و هانجمعوا الحفلات بجوش امال لا اولتي سيكونوا حفلات بجوش يديروا ذلك و يحيدوا فيه الحجاب و ينبسوا هكا بقصار حفلة البنات و صافي حازموا فهمت كيف يحيدوا الحجاب و كيف يضر عمره بالشباب و هذا ما يوضروا فيه احمد و انضحك سورا ماما في كل اللحظة تكون اهثر و سيف اهثر و سيف امال اجي و اهثر باكما تحك امال كيفما قلت انك حفلة منفاصل ستكون الحفلة بحدهم وشي نرى ذلك الشي اللي بغى وشباب بحدهم حفلة الوضع العزوبي اما بدأت تضحك عليك نوري اما الحفلة الوضع ستكون هنا في القصر سيكون سوى واحد من الشباب سيدخل هنا يا زان وزين وحازم سوى سوى واحد اما الفوق في اسطح القصر سيأتي الغرف مجاهزين ونطلب منهم من الخدم يطلعون لكم من الاكل ونحن نحتاجه وطبعا سيفو اثر معاكم وليس كساء اللي تريدون اثر اثر صارت صباحة دمينة احمد صراحة مستاجلين بغنائم سيد وزادلوكتة سنطلب عرص نخراس ايمان وباركة من هذا الغرف سوف ترون البنات الغالسين اما انا ملاحظ انهم بساكسين معرفت كمالهم امال اكيد سوف يسكسون امال 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 بحق امال امال وانفقوا هنا في نون مشروبات وعندوقات الخفيفة ونثقة ابدأ البلاس اخلاص بذلك ينتصروا عاجون ولكن اخبار ساعة الدخول وكل أحده يستخدموا غرفة دخول ونبدأ نجعل السحن القصير بوضناها بدون أكمام سيجرement الخسر وعندوق شعرها القصير في الأحمر لا حزم في الخاسر وطلقات شعرها خلتهم الخوف مريم محساية فصان في الهي الأسود ولا أحمر بدون أكمام أروى فصان أو زرق حسان كلهم مفاساتين اللي قسيرة ولي بدون أكمام ومحساية فصان أحمر في شكل مقسالف وميار فصان بدون أكمام وقسير وواسع من الأسفل في الفطي ونزلوا كلهم كيانوا بحل مريكات الجامال لنزلوا عرضي الأزياء في قمة الروعة تاختيب إلينا بدون أقل impacts اجنيا على انسور الأشياء، مره جدا نجد الطريق بأن أقلدي تكون هناك تناقش Didn't want something go احماد بأنives تكلمون سوف تتكلمون ونأتلون قليل بأسفة احماد يزلون ذلك الذكب ستلعون بصوره لا يقضون مطمئة لا تريد أن يلعون شخص يسألون وعاد وإظنوا دقيقة موحدة وصافة وفعلا تحلوا الباب وضعوا بشوية كي تسلسوا ففي هذه اللحظة اللي ينزلوا فيها كانت نيرة وشاهي ومايار تكسع كي يشتحوا موحدة العنية شرقية ومايار وقروا تكسعوا بس ما كي يدوروا بهم كي يشوفوا فيهم دو حال يدفعهم الدهشة من ذاك اللي يلابسين وذاك الرقص ديالهم يازن ايهيهيهيهي يلا بغوا يطلوا الخين ويدفعهم يدفعهم زرجهم أنت للحرق يقول اسوأ فكرة يتركينا احمد يطلق لنا هذا النوب احمد من رأي جزء أني انا مبارك يلا بظترق احيانا انظروا اعلينا الكلام من رأيك يرغينا هاما الحقوق الحصار دو ميشين في غرفة أهسر و حازم و أحمد و في غرفة أهسر و حازم و أحمد و في غرفة يفعي زين و حازم يجب أن يزيد الحراسة أغطى قبل جابير الشرق و أولده لا أعرف أن يوجد شيئا من هذا الخطف حازم أنا أردي سبالي من هذا الشي أطلب التقب حراسة زايد إن شاء الله يجب أن يزيد الأيام بخير و يلا دعونا نحصل على تدار نتأخذ مبزف و يجب أن يكون لواحد البلاس و هزين و حازم و هزين بقافة كيف كرف نيرة و كيف كانت ساكة موثيرة و هيكة ترقص و كيف الجهادة كرفو السنزوين تكشار لطالقها الطويل لفين طار ديالها كي يشوف في الثقاف كي يتكلم مع نفسه مكراش ينزل و يشوفها يكونوا يكملوا ذابة فيه للناد و خرج من الغرفة و هزين و حازم و كانوا يشوفون لأنهم كانوا يحسين نزل يا زن شوية يلقى الملد يلا تطالعين و دخل الغرفة ديالهم و دخل الغرفة ديالهم و دخلوا وراء الباب و دخلوا كل واحدة الغرفة ديالها نيرا دخلت و صدت الباب لم ترى يا زن يلا حيدت صبات ديالها اللي كانت لابسة و تسكنت جمع شعرها كمانا لضهرها يلا جابتوا أكلها قدامة على اليمن تحرك يا زن و يحيد من مرأة و حظنا علىك نيرا شعر قدامت بصوت عالي و ستسموت من خلالها و ستقوم بتصوت و ادعوه فمات و ستقوم بتحقيق و ستقوم بتحقيق و ستقوم بتجرب المنزل و ستقوم بتحقيق و ترى الأرض بخاجل كيف تدخلت هنا و ستأخرج حتى تنفع و ستقوم بتخريق ثم ـ الشيء و ستقوم بتخريق لذلك و Mate proposition حتى مجبط توازلت مسرع و كيف كانت diزم قائية فيCON كنتا و أقوم بتافق ماذا أود ب worst بعد اخرج جهازه قد تفكر بصدومه كيف تشتح وش ممكن انه يكون جاء وطلع لي ولماذا قد تفكر هكا كيف يزن في حياته بجهة حسن احساسه وفي اليوم لكل شي يتسننه وافراد عائلة صياد جالسه امان و ايمان انا برافذك الصالو الكبير لكي انه على الاستقبال في القزر فقوا الشاباب ونزلوا افتروا كله مفرحاني كله احد يحمس لهذا نهر كان جاء احد تقم جديد الحراسة مع امو احد رئيس الحراس وزعوه على القصر كامل وحسن الفندق اللي كان فيه القاعدة يقدر فعل هرس كل شيء مؤمن وكل شيء واجد اعمال بخوف وارشد الحراسة كلها والدي وشكين شي حاجة؟ مثل ما تخافي شماما انا كنا عرفت حاجة على عاصم دابو جابر ضروري يخصان يروح سيات ما عرفنا شلوش كي يخطوه مازال ايمان شكونا تحاصموا جابر يزان هم اللي يخطفوا البلدك نهر وما اللي قتلوا هاي كناش حال هاتي ايمان كيفاش قتلوهم كيفاش وحازم كنا في حد رحلة كلنا مجموعين وكانت ماما امال وعد جابر الشرقوي وولدهم كانوا مخطين كانوا ديرين مؤامرة علينا وبعد ما خرجنا من القصر كان بابا سياسا ديكسا كان متوفي من قبل كنا بقينا اطفال صغار كبنا مع ماما امال في اللوتو ديالها وكانوا اائلتنا قدامنا خرجونا واحد الناساكة وداروا علينا ومزل بابا وعمي من اللوتو اللي كانت قدامنا وطلعوا وقتلهم بلمح البصرة قتلوا حتى ماما ومارس عمي وماما امال اول ما شاهدت المنظر صدت السيارة وكانت اللوتو ديالها ضد الرصاص وكانوا يضربوا فيها وكانوا يضربوا الخطس وكانت بكية ولكن ماما امال ومارس عمي بصر على درجة الناساكة وارجعت للقصر وطبعا القصر كانت في حراسة كثيرة وتحت مقدر ان يصل لنا ذلك الوقت وبعد ما ماما امال عرفت ان جابر هو السباب وكانت تذبنا للمدراسة وكانت تذبنا للمدراسة وكانت تذبنا لنا بنا وكانت تخفرنا بثاف وكانت تذبنا لدارت شركات عشرين عام قدرت انها تنجحها بوحدها وبعد نحن اخذنا شركات ومازال جابر حسن ذهبا مغيين بغيين هي العائلة ديالنا ومعرفنا مهم بغيين يكونوا اكبر واحد في السوق واكبر رجل اهمال وحسنو ان نضم له وما عرفتنا شده بعلش نوناوين قدرنا نقع الشركة ديالهم ولكن عاودوا ثاني يخدموها لانهم يخدمون في اي حاجة حرام السلاح في الموارد المخدرة في الآثار في البنات اي حاجة ممكن تخيلوها اهمال تذبوها ونازلين بعد ما تفكر هتقعد اكشي لوقع معه هو كي عاود الله ينتقم منهم مكفى مجد اكشي لداروش حالو عادي بغن يديرو فينا شنو بغن يديرو فينا ثاني يزان والرحمة ديال الواليد وعائلتي كلهم اللي معسوا بسبابهم سينضمرهم و سينخليهم يتسمنوا والموت انا اجمعسوا بزاف ديال الوراق والدلائل على صفقات ديالهم المشبوهة كانت صنغي الوقت المناسب و سيتشدو ان شاء الله متلبسين اثر يمتغن نفذو يزان كل حاجة فقصو لما تستاجلو ايمان الله معاكم اولادي تقدروا جيبو حق عائلتكم ان شاء الله سافي باركة من نكد اليوم ازامنا بالعرس ديالنا يلا 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 كمنوا الترتيبات ديالنا مشاء احمد ووليد كله فجاء بقعدة كشي اللي كان وصل الفتاتين ديالنا اللي غايلبسوه و اللي بنات نباهروا بهم كانوا رائعين حتى الميكب ارتيس مشابة شجاء البنات اللي غا يقدرهم الماكياج في الخسر دوكي وجدون نفوسهم هكا حتى الشباب من بعد لبسوا كلهم بينلاد في الأسود الباس الرسمي كانوا كيبانوا كلهم رائعين وفائقين الجمال وفي الماساء كانوا البنات اللي بسوا الفاسدين ديالهم والشباب كل واحد ديهم شاي اخذ حبيبسو ومراتو البنات كيبانوا بحدوك الأميرات ديال الأفلام كانوا كي لبسو دوك ليغوب ديالهم بيضاء يالي غا يدخلوا به الحفل ياليولا كل واحدة فيهم فشكل كل واحدة مخسال فعلا أخرى ولكن كلهم كان يزم حاجة واحدة هي ذاك الجمال طبيعي ديالهم كانت لحظة زوينها بالنسبة لهم كلهم قرر بيضاء النهرة كي يشوف فيها مبهور جمال ديالها المالي كانت قلبي كان بغيك كي يبتسم ليه وكتبتسم ليه كل واحد مش اخذ الزوجة ديالهم ونزلوا نزلوا السيارات مباشرة غديل الحفلة اللي كانت في أفخم ونقاهات وكانوا أكبر صحفيين أكبر رجال أعمال إعلامين لأصدقاء دياله أقاربهم ونقاه عامر نزلوا وقرسوا كل زوج في المكان ديالهم المخصص وذيك ساعة يأتي العادل حتى يقضوا القرن ديال أحمد وأربع وفعل ان ذاك الشيلي كان وكمل العادل بذيك الجملة دياله الشهيرة بارك الله لكما وجمع بينكما في خير كل واحد فيهم وبدأت الأغاني وبدأوا الرقص ديالهم واحد الأغاني هكا رومانسية وداز العرس في واحد الجون اللي غزاله أكثر من رائح تكمل كل واحد اخذت زوجة ديالهم مشاهوا الفندق في مع سيف وبسمة وأحمد وأروا مشاهوا واحد المطار على البحر ورجعت إيمان وأهمال للقصر في قمة ساعدة لأن العرس مطولش بالسافة السعة أكثر من 13 أو 14 وكامل ماذا عندي الييزان ونيرة تخضروا له جناح ونتمت وتسرطت على يلا تخلوا ويقول يا زان ستكون إيمانا لم يكن بخلوع منه ثلالوات عملي وقالوا بالصبري ترجع نحن والزهاكك وترجع الغرفة وشدة خجل دياله التي تزولها في كتفو دخلها وكسر سأتسر ولكن متخبف وما لا نصل نيرا بخجل واخة اخذي يزال ملابس ديال وخرج من الغرفة يلبس في الصالون ونيرا دخلت الحمام بثلاث حواجه لبسأت واحد لاغاب قصيرة ودرت فقها واحد البانوار دياله فق الركبه وعاد لبسأت فوق من الإسدال لصلا وخرجت ويهمت تفوت ترا قلسأت على ذاك السرير ادقي يزال على الباب نيرا كملت أه كملت دخل يزال بس لها راسه يلا جين سلاح بيما شو الاصلاح كان يزال يقوم سلاح قدام نيرا نيرا كانت فرحانة انه انه هو الإمام دياله فصله وصله ويزال اده على راس نيرا وقال دعي الزواج يلا حبيبانا نخرج واحد خمسة دقيق ونجي نيرا بخاجة الوخة خرج يزال انه نيرا فهمت انه بغي اعطاها شوية ديال وقت باش تحشمش منه اكثر لانه ديجا ما كيش مناتهم داك الاخذ ورد بزاف ولمقام كتحشم منه حيدد داك الإسدال وهو طلقت شهرة قمت بخفيف من بعد الماكياج اللي غسلاته كانت كذبا طبيعية جمل ديالها طبيعي رباني دعي يجب ان يلقى واقفة بطهر الباب تقدم منها حاطب بيتو ودفني وجهه في شعرها كانت بغي يكون السفانيرا كانت تشوف الارض وجهه حمر من شدة الخاجل ازلاع وجهه بيتو مجرد أن تخافي ولمني لا تزال اهددك أبدا اشترك تصلي قلبي من أول مرة إذا كانت كثرة نيرا لاعرف كيف ناوز كيف ناوز ناوز أول ما فاقت نيرا استطلاف كنت تشاهد فيه أول مرة تشاهد أنه وسيم تشاهد فيها فرحانة لأنها تزوجت بالإنسان اللي يريد قلبها ولو أنه في الأول كان يتوعدها وكان يتحلف ولكن فعلا بغاية أن يكون قلبها وقلبها مخيبا فعلا حتى هو يريدها شهد الحمام قد تعجزينا الصباح يوم بعد جاءت لقاس وفاق هكا وبسرعة وفتروا وجدوا نفسهم هكا لأنهم ستسافروا وكانوا في الطائرة يزان باشقوا اللعفين ستجعل لها مفاجأة وخاب قد تسونه قال سوهم يا نيرا حاوطا بدراعو يا ناسا كتحسب بتسهبتا نعاس أول مرة ستبشي في الطائرة وشاهي وزين كيتغزال فاو خجلانة منه أما مريم ناسا لكتف حازم وآسير وميار فاوطا قد تسلالوا من هكا و情قائوا في كل الوقت وصلوا الوجهات لهم و يراوا كيف هذه الجزر المالặc؟ مرحة شاهي ناري غزالة مريم أكثر مرة و عمريم سخيلت وريدتها اشتركوا في القناة وعندما ترجعوا الجامعة والشباب يديروا الشركات وبعد شهر اخر والامور طبيعية بين الجامعة وكانوا واحد اليوم جديد اللي سيغير حياتهم ويخلها من السعادة الى الحزن الاسبح جديد قال سين هك 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 هل النا ما اذا ديال الافطار معاذ يزان ونيرا كان في غرفة النار يزان وقف عندهم في الحمام يلا نيرا يلا خلاص رسعتنا واخان جاية حلت نيرا الباب كان كيبا على وجه هذا الاعياء كانت تشعر بالإرهاق وصخفة يا حبيبة وانتي مزيانة ما اعرفتش كان حسنا ما اعرفتش يمكن كانت شيئا مضرات نشرب شيئا دافئة ونكون مزيانة بشور الطبيبة لا يا حبيبي انا مزيانة غير حسيت براسي تدليل حال نقولها يلا نزله اخلاص يلا نبتو حبيبة نزله يزان ونيرا ودخل الاسر ومير حسابة بابة القاتر يزان صباح الخير يزان صباح النور يزان بدك يضحك واذا انت حاس بي او لا واذا سننزل وانا جاي يزان ترداد يزان بدك يضحك احمد يزان سكت سكت حسنا يزان وزين فينا هو سيف سيف فراس بقنا على الشريكة يلا 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 خلاص نحن نتطلق وشو الشباب من الشركة وشو الشباب من الشركة واذا سننزل واذا سنفحك واذا سنفحك واذا سنفحك او لا اخوة اخوة سفراح او لا اصلاة واذا سنفحك واذا سنفحك لا يزال ذا اصلاة او لا يطلق انت شغل على اخوة واتحك اصلاة نيرا امرت شاهي وانا مريم في سيارة في طريقهم لهالطبيبة وديكسان عاصم وجابر كاي صوني التليفون ديال جابر ويشنو كين اليوم دابا كنشوف مراسي ازان الصياد واخته مع مراسخو خرجهم للقصر بلا حراسة جابر الشرقاوي مزيان سمع دابا غتسبعهم هم راجين غجيبية مراسي ازان الصياد باي طريقة فهمتيني ولا الله وخاسيدي والاخرين شنو غندير فيو خليهم اطلقهم وقفل علي الخط جابر بخبط سوف يحرق المعليه سوف يبيع التجار احدى سوف يبيع التجار احدى لكن يبينت رغزاله ودخل لي الراسي جابر لا مشكلة خليها لك شوية وفي العياذة للطبيبة فحصاتها وفعلا عرفت بالله هرها حاملة حاملة في شهر ومصوا بالله كانوا بغوي يحمقوا بالفرحة لم يكن سيقين بالحاملة وبالله عندها سوام اعطيتها الطبيبة مجموعة الادوية والفيتامينات لان الاطفال لهم جيد ولكن جسمها ضعيف وخصت تساعدها بفيتامينات ومقويات اعطيتها بفيتامينات ورغزاله نيرا نيرا حبيبة ايشتها 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 أروا بخجل أفضل نيره لنرى البنات كان هناك محلوات لطبائلة من أول مخرجة من أول الطبيبة نيره عندما أخبرك و حاولت تغيير جدا و أروا قبل ان تعصبها سوف نصل بأخر نيره ملتاني فجأة لطبائة وقفت قدامهم شاهي فرنات في الجهد حتى ضربت في الفولو حتى غيبات نرى بالدموع شاهي فرقي شاهي أرواب نري صوني يخلص عليه يصير بجين عنا خيفة نرى أسر وزين وحازم وصيف أحمد في الشيماه يلا خارجين اخذت يزين التليفون ديالو وشعله يشب بزاف ديالي زابر ونرى تسلس بيزاف مارش نوكين وزين عود صوني لها يزين اوكي يلا غيصوني لها ونرى التليفون ديالو ويقالوا نرى كاتغوث يزين على تقنيكين اخرجوا لنا بغني يأذيونا فينك نرى دابا قالوا والتليفون ويتخطاع ايسيرا كين يزين ما نرى صوني تكسبكي تقول لشي حد نبغي يأذيهم وعزقنا احمد بلاسي بلاسي تصل بماما هل نرى بعدما وقفت قدامهم بديك سيارة شاهي كانت ضربات فراسة وغيبات ورجال ملت ثمين قربوا على السيارة ونرى ذاك الوقت كانت صوني نيازا وحيدوا له التليفون وينده ولحوه هكا لحوه سمك اروى كاسغووت لقوه هشنو بغين منا حرمه ليكم واحدا مشاكي يجري عند اروى رشع لوجه هاداك البخاخ المخدر وقد شعقنا لراسة ومع هكا كي يجروا فني رح سايي وخدروها ودوها معهم في اللوتو وفي الشركة احمد كي يصوني الامال ويه ماما اعمال نعم احمد مزيان 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 ماما قولي ديا فين كي نانيرا مزيانة ومزيانة وطاقوا معها شاهي وأروى ومزيانة لماذا؟ كي يهم شيئا؟ لما مازلها من حيات تصول وما مزيانة لم يخح حبيبي يلا ارتبالكم على رأسكم يلا بسلامة اقطع كي تقوم بمزيانة مزيانة وتمزيانة ومزيانة كي يبغين كي يعرفون التليفون ديارهم في كي يلا فعلا مشاكو يجريوا على المركز يجب أن يفعلون الموضوع لهم موضوع بالموضوع من شخص لهم ويزدون المكان لهم من أخر مكالمة فعلما كان يتساعد الموضوع ويجب أن يتمكنون الوقت تقريباً نصف ساعة لأنهم يخفضون قلبهم منذ الخمسة طقائق سنعرفنا الموقع وخا مثل القلق سوف يلقاه أحمد بخوف يضربوهم وليقاديهم كما داروا المردي فاسد سوف ينفعنا فوق ماذا يحددون البلاسة وصلوا لها يلقى نوت واقفة الباب دياله محلون نزلوا يجري ويقربوا لها يتصدموا يلقى شهية مغيبة مرمية ورصها دايز من الدم وجهها حسن وكله عبر الدم واروحتها يمغي باحدها وطيح اللور على الارضية بشي يجري ويحاولوا يفيقوا في مواله اما يازل مني ملقاش معهم مني رصع فيه كان غدي يحمق ما عارفش كيف شاءت اكدتك ساعات بالله راه اكد هذا المرات عمدوا يخطفها بوحدها بشي اذي وهو مددافق البنات كانوا متأثرات بزاف ولكن قدروا يعودوا لي ماهو العوقات مدىك الهدراء اللي حتاولهم تأكدوا ديك الساعة بيلا راه الليل ادره هذا الشي كامل كان عارف شنو كان مخطط لانه ياخد مرس يزن بالضبط في ذاك الوقت هذا كانوا تصلوا بجابر الشرقاوي علموا ورجالوا بيلا راه جابوها طلبوا انه عاصم ولده قالوا ممشوا ديك الساعة اللي كل بلاصة اللي يحطوها فيها باش يشوفوا فعلا وشاب ثنية رفاق تلقى تراسة في احد الغرفة مضلمة ويدها ورجلها مربوطين على واحد الكرسين اللي مدلسين عليه تدخل عاد كد شوف راسة بوحده وطلام وشنو باغين مني لجيبيني هنا فجأة ويت فتح داك الباب ودخل عاصم وجابر وراه اهلان اهلان مراتيزا انت صيد نيرا بخوف شنو باغين مني انا ادرت لك شي حاجة ما ادرت لك الكواله بعده مني جابر وحث الصوت مرعب ماشي انت اللي ادرت يا راجلك اللي داره وانا غدي نتاقم منه فيك نسيا اني نحرق قلبه حرب عليك بعد مني تتاقله سكسيتيا نتلي سكوت نتلي حيوان وانا خرجوا لي من هنا عاصم شو يضرب الناس حتى تضور وجهه كامل بكل غير في قلبه نيرا بورو تنسى ما شي راجل تكشير لشك اسميتك على وحده على مره لا حوله ولا قوة سليها جابر اهلان يخلر مازال غنيت نفعك غدت دولة بعده ستمنعي الموت وما غديش تلقائها هلدك شي اللي غنيت اندهره فيك جابر كرسي وقلس وقابل معه حتى ترشل على الرجل سنبيعك للتجار سوف تتراهد كيف تقوله انت بنادم وانا جابر وانا قبلها سوف نجعل رجالي سوف تسلم معك وضعك شوية الوقت ساعد سوف نخذ صور وفيديوهات ونصفتهم لحبيب القلب لك ونحرق كلب عليك وبعد هذا الشي سوف نخذ من وراك بزافك الفلوس سوف نبيعك نيرا بدود معك ينزلوا هذا الشيء لكي تسمع لم يصدقاش ان هذا الشيء كاين تلق مني عافك خليني يمشي انا حاملة متأدينيش عاصم وحاملة ما زال سوف نجيبي وريط العائلة انا عندي فكرة حسن ماذا رأيك بابا؟ دخلي واحدة تولد ونبيعوه سللي فكرة ما حتى هو على الاقل نكسبوه وراه جابر والله لست قتيك اتفهم زيان كسر من اللقاء نيرا سوف تشوفه سوف يحرق قلبه سوف يحرق قلبكم كامل سوف يطيح راسه للارض جابر ناد وقف قدامه ويعود يضربه بعد سرفقة وعوده باحد اخرى حتى جروا هكا عاصم عاد ما يطلعوا خلوا انه يرفضيك الغرفة سدوله وهي كاسبكي وكدع الله انه يزان يلقاها نشاوا الدراني وصلوا البنات من المستشفى للقصر ما انشافهم حتى تخلعات امال و ايمان هذا عارفوا بلا البناتك سعاره فعلا تخطفوا كتشوف في اروب الدموع في يزان وما غادي خارج ما تخليش نيرا حتى ولادك يزان رجعوا معاك ويوقف يزان بصدم ودرع عندها كل شي تصدم يزان بصدمة شنو قد قصدي كانت فرحانة بزاف كانت بغادي لك مفاجأة اليوم امال سير يا زان اولدي سير حاولوا ترجعهم يزان هو مازال على الصدمة ديالو حط يدعو زين على كتفه يلا يزان يلا احنا غادي رجعهم ان شاء الله وغادي يكونوا بخير ان شاء الله وخرجوا الشباب من القصر والمناس قوي قاسين يحسوا بالغضب العصبية والكلمة الدم ما يدهره وسيفقى مع المناس وكلمة يتصل بالشباب يقلبوا على اي دالي اللي يقدر يوصلهم البلاسة اللي ممكن انها تكون في عنيرة والحصل الحد كانت واحد العمارة وخابه هيدا ولكن كان كاميراز في ذاك العمارة اللي جوا مقابل مع ذاك الملاسة اللي فين تخطفات في عنيرة شو الحارس العمارة؟ بعطاوه فلوس باش قدر انه يجب لهم ذاك التسجيل اللي مش يعرفوا اشنوا واقع يعرفوا ولو شي حاجة بسيطة على ذاك الملثامين ولا على ذاك السيارة اللي خطفاتهم وفعلا خدوا ذاك التسجيلات ومشووا لمركز ديال الشرطة وكان حسن رقم ديال السيارة باين الشرطة اللي كانوا يحقوا وانتا بغي يعرفوا في منشاكين في الاول يزان بغاش يقول لهم ولكن بعد قلقوا مجابر الشرقاوي وعاسم الشرقاوي ولده فعلا كانوا البوليس كانوا يقلقوا عليهم وانش حالة لانهم كانوا شاكين في ذاك الاعمال ديالهم وعارفين انهم اعمال اعداء في احد المافيا ويدخلوا البلاد الهيروي سلاح من غير تجارة الاعداء والبنات اللي يبيعوشوا فيهم ولكن مكانش هدهم شي دليل اللي هو بالموس قال لهم يزان بيالله غدي يعونهم وغدي يعطيهم دوك الوراق ديال الصفقات دياله غي يعونهم حتى يجيبوه خلال 24 ساعة ولكن مراته ترجع ليهم باخير وعلى خير المشكلة اللي كانت عندهم من اللي بغوي يشدوه انهم معارفينش المكان ديالهم فين كاين ولكن يزان قال لهم بيالله غدي يعونهم كان عندهم واحد صفقة للتسليم سلاح وله غيروين غدي يدخلوها اليوم على طريق البحر مع طلوع ديال الفجر وجابر هو بنسل سالمها طبعا ولده غدي يكون ماء ولا غدي يبقى غالس مع الحراسة نيرا هذك اللي كان كيسماليه كان مدهوه بذيك الكمية ديال معلومات اللي عنده كيف شعر شي ديالشي كله يزان مصادر خاصة فهذه اللحظة دخل ليه زين و احمد اللي مشو يجبو ذوك الوراق و ذوك الصفقات اللي كانوا في المكتب و زين تفضلت سيدة الليواء هذي الوراق ديالصفقات عندما عندهم ذوك الوراق و شافهم كيف تقدرتي نجيب ذو الوراق هذو يزان عندي مصادر يزان عندي مصادر يزان عندي مصادر ادت تحيير عسكرية تفضلت سيدة هذي الاماكن اللي وقفت فيها السيارة و اخر مكان وقفت فيه هو هذا اخذ ذاك الوراق و بقى كيشوف فيها قرروا انهم من هلان الساعة يتحركوا ماشي يحطقوا ميرا و يشنتوا عاسم و نكون معهم حسا يزان مكان العملية باش يقدروا يقبضوا على جعبر كان عاسم و جعبر قالتين هكا شوية و ينط جعبر يلا انا غن مشي حد الوقت ديال الصفقة اقرب غنوجد الفلوس و غنقمن نفسي مزيان الى باش من تكشفوش لانه غد سمننا شي خمسة سوع يا عاسم و لماذا بجعل نجديني معك هذال مرة غنوا جعبر و لا ننسى جعبى و ماذا نسى الى داخل اقربوا ليسا و غنوا يقبوا بأن تكون السياسة و سأتبقى هنا و انا سأراد يدرس سأجعله معك الحراسة هنا و سأجعلهم معك اوكي غنوا جعبر لن يوجدد درس و ندك الصفقة وبساسم عاسم انا انا سأراد نجد فعل الى الداخل نيرا جالسة في الارض يدهرج لها مربوطين كاسبكي وقدعي لله انه يخلي يوصل لها بسرعة وينقضها فجأة يتفسح لها الباب تخلع عاصم وديك تضحكة ديالو الشيء غيره صدا ما دم يزن صياد نيرا لها رد ساكسا كذغزز في نيفا عاصم بغل وغضب ما عنده ويشد مندك لحجاب ديالو وضرب عود وحط طرشا وملوجها بالشاهد حتى اخرج لها الدم هكا من نيفا نيرا بسخرية انا ما خايفش منك حيط راجلي غادي يلقاني وانا واثقة انه غادي يلقاني وغضب سيتم عاصم ويجرها هكا منشعرها بالشاد ولا حال الارض هي تقلمات لان البطن ديالها تكسع وشحها في ذاك الوقت سماع عاصم كاشيت احركات على برا وحسنت ضرب ديال رصاص نيرا بدأت تضحك وخدك الألم ديالا قلت لك انا راجلي غادي يلحقني وغادي يخرجني من النا في ذاك الوقت كان يازن وصل اللي كان على برا هو وزين وآثير وآحمد وذي كل الواء وذيك الناس اللي جاءوا من الشرطة القوات اللي معهم ونزلوا كي يتقاتلوا مع الحراس ديالجابير اللي كانوا على برا ذاك الرصاص بحل المطر كي يطلح زين بصوت عالي باش يسمعوا يازن يازن دخل دخل نتجوف نيرا وماليوا براسو هكا ودخل كي يجريه كي يقلب عليها كي يلقى احد الباب تمنفسوح بش يدخل كي يلقى عاصم قيالسة الوحيد الكورسي وحط رجل على رجل وشاد نيرا من شعره بججد وجهه كله عمر بالدم مده كي يدخل وشاد نموس الدس وحطوا لها على راسها يازن حسب الخوف ديك ساعة طلق منها عاصم كلامك معي انا نيرا بخفوث وقلم يازن جيتي اضحاك عاصم اهلان اهلان يازن الصياد وقف قدامي وكي يترجاني باش نخلي مراته اول مرة كنشوف هاد منظرة الخوف في عينك يازن بدك يغوت طلق منها عاصم في هاد الوقت هذا كانوا زين وحازم وآسر وأحمد وهدو كل اللواء كملوا بعدو كل برا ووصلوا وشافوا ذاك المنظر قدامه طلق منها عاصم سلم نفسك حنا غادي نخفو عليك العقوبة لا تسلمسي نفسك بدك يضحاك عاصم غادي نحرق قلبه عليها وعلى ولاده وعلى ولاده وحرق منها عاصم في ذاك الوقت هذا خرج حازم من الوصدية بشوية ودخل مع احد الغرفة اخرى تلقزها كمان ذاك النافيدة وحد البالكو اسمه يلتك الغرفة الفانيرة ودخل منها عاصم اذا شافوا حازم تشاوروا انه يشغل عاصم عليه اذا ستندم عاصم ستندمه موسك عيكون عليك وحازم ويدرب عاصم بحضر الخشبة كان تسمع لراسه تضحها الى الارض ونيرا تضحها الى الارض كان غيبة تضحها الى الارض بلا سياسة نجنبها كيحاول يفايقها ولكن كي لحدك الدم لذا من نازل من تحسا حويجة كله معاورة بالدم كيغوت اسعاف طلبوا الاسعاف سرعة احمد كيحاولوا الاسعاف ويحاولوا الاسعاف ويحاولوا الاسعاف ناعد عاصم اخذ المسدس ويوجهه مباشر الى الازن يلا غيثير فيه احتشافوا الليواء اللي معاوم ويضربوا برصاص في ايده تلك الطلقة اللي تلقات العاصم المسدس بشتنيجة الكتاب الازن تلك الساعات تضربتك الليواء عاصم 4 رصاصة في صدره تحسا عاصم في الارض ويزان بعد ما تصابتك تطلق الناري في كتفوه لكي يتقلم قرب له حازم وزين ويزان بسهب سيطلبوا الاسعاف في النيرا في تلك اللحظة وصلت الاسعاف يزان برغم كل شيء نيرا وخرج بسرعة وركبه في الاسعاف ويزو عاصم ساموه ونزله مباشر في المستشفى من وسط المستشفى يجب ان يدخلوا الاسعاف لكي يتحرك البلاسو حتى يتطمن هنا نيرا التي يدخلها الغرفة العمالية احمد انسى هكذا سوف يتعيب السفن اجيزان يحيدوا الاسعاف ان شاء الله سوف تكون في اخر اعيوه معها الشباب وفي الاخر عادة استسلم في الوقت الليواء كان يجبوا يمشي لان عاصم المشاريع كانوا يجبوا ويجهزوا العمالية ويشدوا جابر الشرقاوي كان يزان مصر انه يكون معه في العمالية كان يريد ان يكون معه ارفض في الوقت الليواء ولكن يزان اقلوا اقلوا الليواء اقلوا السعاد ويجبوا بجزء كياه ويجبوا من صورة ويجبوا من الصورة ويجبوا عن مريم ويجبوا من صورة حازم الحمد لله حبيبا القناه ويده برا في العمليات حيث نصفات سرق يوقفونها النازيف مريم الحمد لله يا ربي نجدك شل في كرشها يا ربي تسمم لها الحمالة على خير تسمم لها حازم يا ربي تنتيها حبيبا مريم كتشوفي أنا مالي تنتيها عادي تكوني أم عم مقارب تلقى إيادارت التالة كتشوف التموع العزلية مش كنت يبصها حازم مش أنا حاملة يا حبيبة حاملة يا ربي تخيي لاش أنا بادي يفكر شي هنا يطرف منك حازم مش حازم هكا وعنكا الله يخلك ريا حبيبة شيرا أغلى حاجة عندي مريم بخاجل يلا مشو خلاص نخرج نطمن على نيرا ضك يضحك والشعرين ولكتراح لمزوجين وما زالها تحشميح لك يتحمره مريم وصفي حازم يلا مشو شو خرجو أحدا الغرفة تلقى كل شي قاسين قل سوحتهم أحداهم شوية خرجت الدكتورة خرجت على وجهة أحد شك يجري لعندها دكتورة كي بقت نيرا ولدي مزيانين ماذا بيخير وحتى اللي بابي فكرة شابة خارغية ستكون عندها نقلوا خمسات الصباح بين ما تصفق هذا صحيح شكرا لدكتور شكرا لدكتورة ومشت وكانت تلك الساعة يلحق على الشرطة لأن يحضر تلك العمليات تقريبا ساعتين ومشت مثل تمعها البنات وخلا أحمد وارواع يبقى معا نيرا وحازم يبقى معا مريم وصيف يبقى في القصر لأن يؤمنهم وهو آسر ساعة يبقى معا آسر يلا وعندما تضمنوا على نيرا يبقى عند الجهاز مكلفين بالقبض ما اللي وقى لديك العصابة أحمد وارواع قدسوا معا في المستشفى وحازم يبقى القصر معا لبنات عودوا الإيمان وآمن على كل دكش اللي وقع وفرحوا أن نيرا الحمد للهرابي خردابا وأن مريم حام لحظة هي وكانوا غابا نمشوا عند المستشفى ولكن حازم منع مقلم بالله في الصباح إن شاء الله رأسكم بأخير قدروا يشوفوه وقبل الفجر كان الموعد تسليم الصفقة زين وآسر ويازن كانوا قاسر مع ذلك اللواء اللي يمكلف بالعملية يازن يلا نتحركوا ذلك بعصيدة اللواء أول ما يتبادلوا البضاعة بالفلوس نهجموا بالقواس ونشدوا جابر نواء فعلا هذي أنسب خطة باش نعرفوا من نشدوه زين هو طبعا ما غير يعرفش أنه ولده رهماس ما زل ما عارف أهسر أكيد لو كان عارف كان دبعا لغا ديك الصفقة قبل ما يدى الفجر بقي لي شين الساعات قريبا ونكونوا حاصرنا المكان مزيان مش ميقدرش يهرب نقف يا زين هو الشبه من الماء وسهل لكم شاء البلاسة اللي فيها فين عدي تتم ديك الصفقة نيرا اللي كانت في المستشفى ما زال ما فقش بالمناوم وانا الدكتور اعتصمه لو يمازال باش ما تفوقش حسا ما تفوقش حسا للصباح أرجع للبلاسة اللي قد تكون فيها الصفقة كانت لام الشرطة محاطة المكان كل جهة وجابر الشرقاء بوقف ما رجال ما معرفين شكون بحغم بصف ديال الحقائب هكلي كبيرة إذا بخفوص بعد ما يسلمون بعضهم هاد الحقائب لدينا هجبوا عليهم مباشرة آسر سلموا الأسلحة والهيرمين والناس الخلائر كي يوجدوا في الفلوس ويخلصوا دابا عند جابر الشرقاء ويسلم تلك البداعة وعطاهم الفلوس صافي دباكم منه مايكل نيوان اللي معه في صفقة مستر جابر الفلوس مضبوطة انو مع ذوك تشرفنا بتتعامل معك جابر هو كي يسلم لي الشرف لنا طبعا وين تقلي بصوت سعالي حاطوا المكان ما هذا مستر جابر جابر بخاف المكان محاصر من الشرطة هربوا بسرعة وهجبوا رجال لي للشرطة مع رجال جابر والخرين ويا زن وآسر وزين كانوا كي يضربون اللي كي يقابلهم ويا زن واحد ملا جابر طلعه كي يجري هاكي هربان مشاوره يا زن شد جابر وضربوا زلحوا في الأرض يزن كي يضرب فيه بكل غيل وحسي سحسي ادي أخير جابر الكلب تسولتك جابر كي يحاول يدافع نفسه القتلك يا زن الصياد كي ما قتلت قتلت عائدكم قلقتلكم قلقتلكم يلمت أنا والدي موجود بك يضحك يا زن والذكره كيتحاسب ده بعض الله ومتى ستتوصل عليه ذاك اللحظة جابر جابر وشده جابر بعد ما كانوا شدوا رجال دياله كان بفعل ذاك الدرب اللي دربوا بدل جرح ديال يزن كي ينزفها جابر جابر خداوه مع رجال دياله ودخلو ذاك اللوتو ديال الشرطة ومازال كي هدد بالله صافر اللعبة مازال ما تسالس شو ما زال غادي ينساقم منهم سيغطو مني عارق بالله واندره مات وثالات العاملية ارجعوه يزلنا المستشفى اللي يدخل عن الدكتور مباشرة بدلوه على ذاك الجرح بدلوه عقب لعو سنة اللي انه بدك ينزف ومشال الغرفة دياله ودق على الباب مجاوزة واحد ودخل ذاك اللينا نااسا وبينها لوجه هادا الانهاق شف الغرفة يجب احمد نااسا و اروح سهية نااسين فوق حد الأريكا مشكلة لكسفو جاسب لذاك المنظر ديال ومشجاب السكرسين وقرس حدانيرا شد لعيدا واسا حط رسو على السرير ومشفنه مع ميق اما اسر وزين نرجع للقصر ونحسو في المستشفى مع فقيزا يجب ان نياسا بس كافيك تحبك و بقى يشوفها محلس عينك تلقي احدا يا زن زير لي علي ايدا و اقرر احدا انا احداك حبيبا متخافيش انا احداك السعادة لو عايدي اهلا بالكامل نطس حاكك انا انقاس و كافيك كل ما تسفكار ذاك شير ايدا زيلا تطني حبيبا ان معك انا معك حداك دس كات شاك كانوا غير قتل وانا يا زن و يخطر اي اولادي شو يتخوفو فاساك و يدير ايدا أبقى لقى الكرشا لا تخافي يا حبيبة الحمد لله بخير إن شاء الله سيأتي إلى الثانية غير صحي يرد دموع باقي في عينها وبتاسمات أنا سأكون أم وأنت سأتولي أبا يا زن عن نقا يا زن أنت أحلى أم في الدنيا إن شاء الله يا حبيبة توحشتك كثيرا ما تشوي هذا اللي بعتني توحشتك الله يحفظك يا حبيبي فجأة رجعت عيني على أحمد وأروان وما زالنا عسين قاعد مفعد العالم بدأت كاتبتها سمبر نير يمسك العين ومساكوا بنا قاعدة يا زن تاوا بدأ كيشوفهم ويضحك كان فكر نزوجهم خلاصهم وموصيفه بسمة نيرا ترفيعهم خير في القصر وصل يا زن ونيرا وزين وأحمد وأروان يا زن كان هذا النيرا حينثت الدكتور منها عمل حركة خاصة من خناسة على ظهرها بين ميت وتولي بابا دخلوا من القصر يلقاهوا كلهم مقاد ومزيين أحمد كيشوف ماذا هذا؟ قسمت قاعدة أنكم ستستقبلونه عادي ماذا تستقبل هذا الأزوين؟ رجعت غبت نار جيت لقيت دنيا سبا ثلاث كنت شبدا وكيد تحكوا عليه إيمام شاسعد نيرا حبيبا صافة مزيانة ماذا بخير؟ تسمعت لها نيرا الحمد لله حبيبة بخير ماذا تشوف يزن؟ طول ما يزن حدا يا ماما نجا الله نكون دي ما بخير بغيت كديمة تكوني مطمن علي ما حد يزن معي إيمانة والله يخلي قل بعض قبل ابنتي جدا يا ماما قد اتجري ايمان دعني أسلم مع نيرا سوف ينسيطانه وشاسعد او عن القاطع حبيبة صافة؟ حمد الله ماما امان مريم شاسعد او عن القاطع نيرا تتوحشتك تتوحشتك والله فقط مالف مبروك على اللي بابي قلبي او قلبي وستكوني أحسن او في الدنيا حتى يبدأ تكتضحك وانا سنكون احسن عميته في الدنيا قرب لحازم عالاسلامك مبروك عليك نيرا نيرا الله يسلمك والله يبارك فيك سيف مبروك عليك وعلى اسلامك عفاك نيرا الله يرحمك والله يخلي لك ولداتك لما يجعل رجلك يزوجني بارك الحيوان سوف نفكر ونردع لك لكن لا تضحك وكل شيء يضحك سيف أسر في الميار كلهم شافوا عندك الطبولة الأكل وما يتصدموا كمان تليم قائل سكت كل ما يجفد العالم إيمان وآمل بقوك يضحكوا على لأنه كان شكل بلدرة حاملة جهل وحمغة بالماكلة أعطيتها واحد تاس دي الحمالة وفعلا تأكدو بلدرة حاملة تكشي على الشؤاد اليومين أعطيها غلصريت وأخيراً أرجعت الفرحة للقسر من جديد وكل واحد كان مهسم بالزوجة لأنها تزدين الزوجات والحاملة تابع وبدأت ترتيبات دي العرس دي الأحمد وسيف وأروع وبسمع بعد أسبوعين جال يوم المنتظر فوق يزان وأنها تجد قنيرة شعرك متناطر في جنابها وعلى وجهها بحيث ذلك المالك يشوف يعبعون يلعب بيدي شعرهم بساسم وشدوا حد طرف من شعرك يديروا على وجهها بذلك يبندك الإنزعاج على وجهها يزان ويمس لها راسها حلات عينها نهضت بساسمات لقد أصبح الخير يا حبيبي يزان بكل الحب أصبح الجمال والرق أحياتي هذا شيء كامل وكسر كيف حصلت التليفون نيرا تليفون كيسوني لماذا كنت أظلتها في الصباح ليس كذلك اليوم العرش الفرح و أحمد و سيف أكيد أحد منه يريد أن يكون باقي ونبهت لا يزال لها يجب أن يقوم على وجهة أرواة ثلاثة منها لا تريد أن تستطيع ما لديك لا تعرف أن تستطيع من قطع لا تعبس بي أولاد حتى لا تعبس بي أولاد و أخي يلا لقد أتجاب إلى ألفون لا تريد أن يسكت من الصنات كيف حصلت به لجابر الشرقاوي نيرا عاش آناني وظالم وما تكافر الله يسمح ليه يا زن الله يسمح ليه بتاسمت نيرا وش عارف بلا انت حنين بالساف بحسب بلاد كل شي داكش اللي داروا فيك وفينا فائلتك تدعينه ان الله يسمح ليه فعلا الله كي يسامح يا حبيبا خنجيو حنين اللي باشا ما غداش نسامحه حشو ما نيرا عندك الحق قرب لي عندها جبهت على جبهتها كان بريكا نيرا بالساف نشي النور اللي جاوزت الضلمة يالي نشي النور اللي نور يا حياتي الله يخليك ليه نيرا بحب الله يخليلي كتنتا يخليك ليه يا ربا حبيبي يلا خلاص دخلي دوشي باش نزله فعلا داكش اللي كان دوشات وخرجات لبسو ونزلوه كانوا كل شي مجواني للطاولات الافطار داز نهار بسرعة الشباب كانوا في الشركة كمنا من الخدمها كانوا كل شي موجديه تجهيزها تلقاعة الاخيرة والبنات حتى ما وجدوا راسهم من الباس الميك اوب كانوا كالعادة كيف دوك اللي قمارات جاووا لقاعة اللي غيكون فيها لحرس ديالهم بسلو كانت العاقل قاعة كالعادة مليئة بذكر جال اعمال صحافة الالامين لانهم عائل الصياد اصحاب شركات الصياد وهم من الاكبر الشركات في شوق الاوسط كيمشي وكل شي كيشوف فيهم قلسوها ككل واحد في انقلس في الاماكال المخصصة عليهم وقلس احمد واروا في المكان المخصص ليهم كذلك وصيف ومسمى وبدأت واحد الرقص الاولى اغنونهم اغنية ديال الفرحانة بيك وعمري ابتداءه والماجات عيني في عينيك شد احمد يد اروع وضاف الرقص وكذلك سيف ومسمى ويطلعوا قاعد تنائية للرقص طلعت شاهي وزين آسر وميار وحازم ومريم احتجر فيهم اعمال ولدي خد نيرا وشت حزن شما معهم يزللنا مام الله مخصش شاية ايمن غافروا شوية ولدي ودك سعرب شوية ومغدي شاية نيرا عافك يلا يزن على قبلي يزن يالله اف امر الله يلا نوضي شد ايد نيرا وطلعوا حساهم ويرقصوا معهم وبعد ذلك الاغنية اغاني شعبية اغاني خفيفة وببقوها كم السمرين كل شي كيشتحوها كان واحد الجوزوين مثالي للزيفاف مليئ بالحب والحماس كانس واحد العيون كانت تراقب هاد الهائلة بحب وكان عيون اللي كتحقدوا عليها كل اللي كي يكره وثال الحفل ديال الزيفاف ومشوه الجميع الى القصر وأحمد وأربع وسيف ومسمو ومشوه الفندق البداية او الليالي اليوم بحياتهم جديدة وبعد مرور ستة اشهر كنت عايش بسعادة واهتمام الشباب بالبنات وشهيتها هي كانت حاملة وكانت ثابت في فترة الحمدية لان كان عندها ورن في الرحم وكان عندها جوش حول لاما تحيد الرحم لاما تصامر هكا في الحمل كان زين كايزم باب الساف وايضا اهتمام مياز البنيرة مع الحلال حماله بتواب كان الحمدية صعب بالساف وعاد اكتشفوه انه اروا بس متع ما كانوا حاملات وفي القصر في حدود ساعة ثانية بعد ملتظف الليل في غرفة زيازن ونيرا كانت تفيق نيرا كانت تحسبوه اهد الالم كبير فكر شهو يازن كان يازن بها كانت تفيق فيه يازن فيق ملموس يازن كانت تخبير مالك انه كان مولد كان هيا زلع ساقني كان يجري الكي يبس في حواجور كل حاجه من شيئ يلا 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 هزن يرا هكا كويكا تغوز هبط بها يجري دارها في الورطب باقصة سرعة المستشفى وصلها ديك المستشفى الخاصة به وهاسا يغوز لكي يعسقوها بسرعة وتخلوها فعلا لكي يوجدوها الولادة دكتور حالة ولادة أستد ياريس يجي الدكتورة اللي مسابع معاه يزن بقلق بسرعة تصل بها السلام عليكم أنا زوج ماذا منيرا الدكتورة آسيل وعليكم السلام واخا واشبق علي شي حاجة أجي بسرعة المستشفى ركس ولد جزكة جليلة عندهم وأما نيرا كانت كاسموت والألم والبكاء ويزن وقف حدها خائف مخلوع كسر منها ويزن حبيبا ما تخافيش هي الدكتورة قريبة توصل واخا أنا 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 وكاسغووت وكتجار فيه قلت حدها اسميته وهكذاك وصلنا على آسير آسير أجي بدغياب عندنا المستشفى راني لا كتولد آسير كان ناسلا نفذوع وش كتفلا وليش نودي سخلاص آسر بني خلاص لك ندوي بالصح وعند حازم ومريم تقريبا نفس الشي فيقاس ومريم كتتقلم ويهم قلوب الناس نعم حبيبا نوض كان موضح نوض وقل كان أولاد حسقني ندى هكي الله فقط يلقى آسير كي يدق عليه نعم ديك الساعة كل شي نعد واحد كيف يقفوا حتى كل شي سدخوا كلهم في الكلينيك كان واقفين قدم غرفة العمليات البنات سمخلوهات شوية سبدا سكتزغور ما ياربتك الخوف اللي كان فيه على البنات سحسا يشد هالوجه سكتزغوز آسير حسقني مش كي يجري عنده ماهلك وكان كان أولاد يصبر 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 أنا أردت على الدكتور مش كي يجري هكي دخلوها على واحد الغرفة يلاح كان سعف الولادة ديالها سكاوي على ديك السر وهي هكي تغوت من الألم وكاسبكي وآسير شدلا فيديا تدني حبيبا سدني مايار دموعي نازل غلموت غلموت آسل تسبع بحسبي الله ونعمل وكيل فيك آسل وانا مالي اغتصبت كرا عادير كمراتي مايار خرج برا خرج برا تهدني يا مايار من هات الشوها شو يتكي يسمع مايار غوتات ويسمع لغمت ديالشي بابي صغير كي يلقى مايار ولدات ضغية ويتصدم شنو هاتشي جاد الدكتورة وكملات بخيد الإجراءات وآسل ما زال على الصدمة ديالو هزدك البابي في بنيت دي وعطتولي هيا تبارك الله ولدات بنيتا كالقامر خدها آسل من يديك يشوفها كاتشبال مايار دا كل لون ديال شعر ديالها ودوك العيون الخوضر ودمر عبدو نازل وكي يشوفها مايار كاتب ساسم تقربها لي نشوفها كديرا وشحدها قربها له زمينة كاتشبالك يا حبيبة دكتورة تفضل أستاذ آسل خلنا نكملوا مع المادام خطت تنقل الغرفة أخرى ونكملوا معها يلا تفضل وقدم غرفة العمليات تخرجوا ثلاثة الممرضات كل واحدة شدات طفل الممرض الأولى الأستاذ حازم حازم بسرعانة تسمت لي وياكي سعطيها هداك الطفل تفضل ولدات بارك الله تسم حازم وكيهزو كيشوف فيه مادام مريم مزيانة طمانين يعليها ممرضة مزيانة سنقلوها للغرفة عادية ذابا أما يازان كان مواقف كيشوف الممرضات وما هزين جوجيا لوني ذات الممرضات ثانية الأستاذ يازان يازان أنا تفضل مادام نيرا ولدات الجولة تسبر كلها قد يازان تقرم لها قد تكل الويداس من يديه كيشوف فيهم فارح بس لي مريو صمشوش مادام نيرا مزيانة الحمد لله مزيانة بينما تفق وغادي نقلوها مع مادام مريم ومادام مايار شوية كانت نيرا ومريم ومايار في غرفة وحدة وشاهيقها سبعهم ودخلوا الشابة بكل أحد هزين 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 والدي يازان تاني مش هيازان عند نيرا بدو كل الويدات تفضل حبيبها مولادنا نشوف فيهم نيرا كتشوف فيهم الدموع الله سبرك الله كيشوفون كمسفة يازان ساسم يازان هو كيشوف فيها بس لأراسة اللي يخلي كلين تيويه نيرا آمين شاهي شنو غتسميهما يازان لكيشوف فيها بحب هي لغتسميه نيرا سللا لغتسميه انتا حبيبي خدا يازان واحد من ذوك الأطفال هذا غدي يكون اسميته جاسر ولي عندك جاسم تسمت له نيرا جاسر وجاسم يازان الصياد زين الف مبروك رباه فعزكم شاهي والغزالين دي لعميته وانتم ما خليتوني نكون عميته خيلته في يوم واحد مريم الحازم شنو غتسمي ودنا حازم تسمي لها هو كيش دولده آدم آدم حازم الصياد نسمي زوينا حازم الله يخليكم لي أحبيبي ويخليك لينا شاهي نجيب جيب بنتك نهزة شوية آسر آسر مش يجب بنته بنتي تحد معي يخدانا أصلا مع الزوجلتها واحد مايار وشكت في اللورة شنو وزين تشوفه شنو غتسمي ود القامر هادي آسر هو هكي يشوف في مايار شنو غتسمي حبيبها بتسميت له مايار غنسميها لين أهمس في الأدن ديال البنت اللين آسر نعم حبيبت بابها يا زن هيا ماما إيمان وماما آمل عارفين أنه مرضو زين لو ساحد ما عارف حازم صافينا غدي نتصل بأحمد غدي يكون فقده بوي قلالين باش يجي ويشوفه شحل الساعة ده تسعود يوم زيان صافي دازل الوقت شوية شاهي دا جاء وحد النازيف وكان خصوم ضروري دخل الغرفة لعمليات في لفظ الوقت غير ولدها ويحيدوا لها دا كل الورم مع الراحم لأن النازيف ما يمكنش يوقف من غيرها أكثر كل شكل مخلوا عليها والمناس كي يدعووا معها وكي يصبروا في بعضياتهم وفي المستشفى شاهي في العمليات والدكاثرة داخل يندها ويزن وزين وحازم قدام غرفة العمليات واقفين في الزوعين عليها وخايفين أما عند نيرا ومريم ميار قاسينها كاكبولاتهم حساهم ما كيحصوا بذيك القهرة على شاهي وخايفين عليها آه نيرا خايفة بالسف على شاهي يا ربي يا ربي يا ربي تخرج منها بالسلامة يا ربي مريم يا ربي تسولت بخير وتكون مزيانة ميار آمين وفي ذيك اللحظة دخلت إيمان وآمن عندهم طمنوا علم وشو العمليات قوهنت مكينة أحمد وصيب تمت طمنوا على البنات وشو حده غرفة العمليات وباسمه وعروة قوغاسي مع الناس بدأت قريبا ساعتين وخرجات الممرضة وهي هذا وحد الباب يسغي وركيبكي مش هزين بسرعة بتجى الممرضة هستك الطفل كي يشوف فيه وشيه مزيانة ارتكاب الممرضة الولاد الحمد دولي لعداس بخير ودبار هالدكتور بدأت في العملية الأخرى وجسم دي هلها ضعيف بساف تعيول معه يازن مش هزين هستك الطفل بنيده خدنا زين غادي تكون مزيانة زينه وكي يقرسها للأرض وكي يبكي بحل وراد الصغار يا ربي يا ربي يا ربي كل كان حاسين بذلك القلق في شلان يلا شاهي يازن أحمد أجهز لوندو تيعد البنات بالمصفق شاهي شاه أحمد واخددك الولد باسو ونته لاد لبنات الغرفة ديانهم اخداسه باسمه أربع ودازه وربعات سوايا ماخرش شاهد من غرفة العمليات زين بصوته عالي وش ما غديش تطمرون أخلاص صافي بدك يطلع لهم تسأكل وقت تقريبا الساد سوايا ما في العمليات شوية تخرج محد الدكتور شو كل هما كي يجرون عنده على سلامس الحمد مدام شاهيم زيانة كانت تتعافر لكي تبقى على قيد الحياة الصراحة معجزة أنها عاشت زين ممكن تشوف لله ما زال شي ساعتين وكيف العناية تحت المراقبة وعلى ما تفاق وان شاء الله تطمنوا عليها ونضغل هذه ساعة الغرفة عادية نه هذه شكرا الدكتور الحمد لله أحمد أجي سيف نشوف بالغل القصر داروا احتفال السبوع للأبناء لهم ودعوا كي دوز أسهل الأوقات بها لداتهم دست خمس سنين مر بدون مشاكل كهج في سعادة نيرا كانت تتعدى بنولادها جاسر وجاسم ولكن كان يزن يعونها في تربية الولاد سيغتم لكي يجي من الشركة وهي دبحها من شهر الخامس وشاهي كانت حالسا نفسيا سيئة بسبب إزالة الرحم إنها مغديش تتعود تولد مرة أخرى ولكن زين كان دائما بجانبها كانوا كي يسمون بأمير ومريم وحازم ديما كي يسمون بولدهم آدم وحازم كي يغمر مريم ذاك الحب دياله بجانب ومراعس ولده ومريم ذا بحاملة في شهر الخامس مع نيرا وآسر وميار حياس عبارة على المشاكسة وهتما آسر بلين كثير غير تمايار إلى آسر الشديدة حسن بنتها ويا سيدة بحاملة في شهر الثالث أحمد وأروع أحمد ديما يعبر الحب وأروع قدام الناس كهاملين ما كي يسمون شي واحد هذا سيما هم بنتهم سيلين كان سيلين كتشبه الأروع بسير وسيف وبسمة كان سيف كي يغمر بسمة الحب ديال اللي كي يزداد حسن بعض أولادها اللي ولدها مراد كان سيف كي يهتم بهم كيلعب مع مراد دائما وأمال وإيمان كيهتم بالأطفال ديما كيهتم بأولادهم ديما كيعاي عايشي في القصر بسعادة كيكبر شركات الصياد ونعمال كانهم الأكبر جال أعمال تم معك يوصف يشنكت زوج والدو عجين بخار وما يهنيهم كانت من السعادة لكل كي يتابعنا والكل يسمع القصة إن شاء الله حياتكم ومستقبلكم وني جاي كله يكون أفرح ومسررات كانت من ناسكن عجباتكم القصة إلى عجباتكم لا تساوش لايك بارتاج إذا قدرتوا تعليق منذك تعليق ديالكم الرائعة شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء فأماني الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة